تحية طيبة للجميع والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى التعيين في مناصب العليم في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الكريم ليتوقف بعد ذلك عند حدث الدكرة الرابعة واربعين للمسيرة الخضراء المضفرة التاريخية التي احتفل بها المغارب أمس الأربعة 6 نوفمبر وخلال هذه الأيام كاملة مشيرا إلى أنها ملحمة أعطت نموذجا دوليا لشعب يدافع عن سيادته ووحدته بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأبرز السيد رئيس الحكومة أن خطاب جلالة الملك بهذه المناسبة جاء مؤكدا لموقف جلالته التابت والذي هو أيضا موقف الشعب المغربي ونقطة إجماع في هذه القضية الوطنية الكبرى المتمثيل في تمسك المغرب بوحدته الوطنية والترابية مضيفا أن موقف المغرب كما قال جلالة الملك واضح وتابت وأن مبادرة الحكم الداتي التي قدمها المغرب هي الحل الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية كما أن المغرب سبق منفتح على جهود المجتمع الدولي في إطار بجلس الأمن والأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن خطاب جلالة الملك حفظه الله ركز على الاهتمام بإفريقيا كعمقين جغرافي للمغرب وهذا يعطي بعدا للعمل الذي تقوم به مختلف المؤسسات سواء كانت رسمية أو في القطع الخاص أو المجتمع المدني من أجل إعطاء أولوية في علاقتنا مع الشعوب والدول الأفريقية ليكون المغرب فاعل أساسي في هذه القارة التي نتمي إليها كما تضمن الخطاب الملكي التفات مهمة تتعلق بالدول المغاربية على أساس أن المغرب ما يزال وفي لبناء الاتحاد المغاربي وبناء علاقات سليمة وقوية مع دوله ووفيين لهذه الانتماء حالا ومستقبلا وأبرز السيد رئيس الحكومة من الخطاب الملكي تضمن أيضا إشارات بخصوص الجهوية المتقدمة على أساس أنها تهدف إلى إعطاء مختلف الجهات مكانتها في التلمية الوطنية والوصول إلى توزيع عادل للتروات بين جميع الجهات المملكة وحتى تكون هذه الجهات فاعلة وقوية ومنسجمة ومتكاملة فيما بينها وتستفيد على قدم من المساواة من جهود البلاد في البنيات التحتية وفي المشاريع الكبرى مشيرا كذلك إلا أن التفات الجلالة الملك لجهات السوس ونحو الأقارم الجنوبية هي إشارة إلى المضي قدم في بناء هذه الجهوية المتقدمة المتوازنة لجميع الجهات وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الأسس التي أتت في الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة المجيدة تعتبر توجيهات استراتيجية لعمل الحكومة التي ستكون بإذن الله وفي إن لأها وستعمل جميع قطاعات الحكومية من إدارات ومؤسسات عمومية وغيرها على الوصول إليها كأهداف في إطار البرنامج الحكومي وفي ختام كلمته أن السيد رئيس الحكومة جميع الجهات على مختلف الإنجازات التي تحققت في الأوليات الآخرة وخصوصا تقدم المغرب في مؤشير ممارسة الأعمال الذي يلزم الحكومة بتطوير برامجها السنوية المقبلة حتى يتبوى المغرب المكان الضروري ليصبح من الدول الصاعدة ومن الدول الخمسين الأوائل في ممارسة الأعمال قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا معنا في الشيء يوتيوب وبرجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا أن تقوموا بجامعة